اشتركوا في القناة لايك لهذا الفيديو مواصفات شاومي 12 اس الترا يحتوي هاتف شاومي 12 اس الترا على شاشة من نوع اموليد مقاس 6.73 انش بالدقة 1440 في 3200 بيكسل وجودة عرض بمعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز يتغير بالتغيير المحتوى المعروض ومعدل اخذ عينات باللمس يبلغ 240 هيرتز وتدعم الشاشة HDR10 بليس يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الجديد وهو معالج سناب دراجون 8 الجل الاول بليس بمعمارية 4 نانومتر والذي يقدم اداء محسنا في المعالجة بالنسبة 33% بالاضافة لاستهلاك اقل للطاقة وتطور في اداء المعالجة الرسومية يأتي بذاكرة وصول اشوائي بسعة تبلغ 8 جيجا بايت و 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت النسخة الاولى و 512 جيجا بايت النسخة الثانية يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بضيقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر من سوني وهو اكبر مستشعر على اي هاتف حتى الان وفتحة عدسة 1.9 وعدسة ثانية بضيقة 48 ميجا بيكسل تليفوتو وعدسة ثالثة ايضا بنفس الدقة بزاوية عريضة بالاضافة لمستشعر TOF3D قدمت لايكا خبرتها مع شاومي بالاضافة انماط تصوير فوتوغرافي رائع للحصول على صور طبيعية كما في المظهر الاصلي مع التركيز على تباين الضوء واضافة العمق الى الصور يمكن للكاميرا تسجيل فيديو بضيقة 8 كي بمعدل 24 اطار في الثانية وفيديو 4 كي بمعدل 60 و 30 اطار في الثانية وفيديو سولو موشن بدقة 1080 بمعدل 140 اطار في الثانية الكاميرا الامامية جاءت في ثقب في منتصف الشاشة وتأتي بدقة 32 ميجا بيكسل ويمكنها تسجيل فيديو سولو موشن بمعدل 480 اطار في الثانية يحتوي شاومي 12 اس الترا على بطارية بسعة 4860 ميلي امبير في الساعة مع شاحن سلكي سارع 67 واط والشاحن لا سلكي سارع 50 واط والشاحن لا سلكي عكسي 10 واط بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة تقنية جديدة للتبريد مع الهاتف وهي آلية تبريد السائل ثلاثية الأبعاد الجديدة حيث تستخدم هذه التقنية خاصة لضخ سائل تبريد مكثف في الجهة المقابلة للمنطقة الساخنة يدعم شاومي 12 اس الترا اتصالات الجيل الخامس 5G ومكبرات الصوت ستيريو كما يعمل بنظام تشغيل اندرويد 12 ومقاومة الغبر والماء بمعيار IP68 بالإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة عن هاتف أخرى دون دولار أمريكي وللأسف قالت الشركة أن الهاتف سوف يكون مخصصا للصين فقط ما رأيكم في مواصفات الهاتف شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته